تكلم عن الجنة يجب الإيمان بالجنة وهي دار النعيم الدائم للمؤمنين ومكانها فوق السماء السابعة وهي موجودة الآن لقوله تعالى أعدت للمتقين وقوله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها دارا وقصرا رواه مسلم وهي باقية لا تفنى ولا يفنى أهلها والجنة لها ثمانية أبواب منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون وسقفها عرش الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن رواه البخاري ونعيم الجنة قسمان نعيم عام لكل أهل الجنة ونعيم خاص لا يناله إلا الأتقياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري والجنة هي الدار المطهرة من الأقدار كالبول والغائط والحيض والنفاس والبصاق والمني وطعام أهل الجنة وشرابهم لا يتحول إلى بول أو غائط إنما يفيض من جسمهم عرقا كالمسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون قالوا فما بال الطعام قال صلى الله عليه وسلم جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا طولا في سبعة أذرع عرضا وورد في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أن أهل الجنة جرد مرد في عمر ثلاثة وثلاثين عاما أي لا شعر على أجسادهم إلا شعر الرأس والأجفان والحاجبين كأنهم في عمر ثلاثة وثلاثين عاما والزيارات في الجنة سهلة فأحيانا سرير الشخص يطير به إلى حيث يريد وأحيانا يركب خيولا لها أجنحة تطير به وأعين أهل الجنة قوية ترى الشخص من مسافة ألف سنة وأكثر اللهم ارزقنا الجنة اشتركوا في القناة